وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل الرجل في البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسق الكلب فشكر الله فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائن يجرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري ومسلم